مصر مصر أبو عسين مصر هي اللي طلق لروحها ستين سنة وهي بتحارب وقفلهم زي الأسد والشايلة القضية فوق دمخها مصر هي اللي عبرت في ستة أبتوبر وانتصرت ودفعت عن كرامة الشعب العربي كله مصر اللي شقيت وتعبت وضحت بشباب زي الورد طيب تقولوا عليها أنها بعت القضية فرضا دا احنا فرحنا لكم وهتفنا لكم والشارع كله كان معاكم لما نزلتوا صاينة تحت الأرض 35 يوم في ملاجئ زي الفران اللي يشت مصر أمره ما يكبر مهما عامل مصر هي الأم واللي يشت ممه هو الخسران مصر بقلوبنا وما حدا بيقدرين كرع مصر ياللي عملته انتوا بلاجتوا بالخطوة يا أخ ناجي ونحنا حنكمل نضال وراكم حتى تضال راية العرب والمسلمين مرفوعة دايما بس كيف فكرتوا به الفكرة الجبارة وكيف قدرتوا نفستوا وليك يسلم الشباب ويسلم الوطن الله يخليك أعمل حج ده إبراهيم لب لب في اللغة العبرية ده اللي كنا ماشيين بيه في طلقبيب وده بقى حسام الباطل بتاعنا ده أول واحد نط على السطح بتاع البنج خدمت عبد الجليل اللي لمؤخصة فور قطبان الخزلة مهندس زاهر مهندس كمبيوتر تهابي ده بقى البركة بتاعتنا الشيخ حسن شو راح بتسوي بكل هالمصاري يا أخ ناجي أولاً وقابل كل شيء يعني احنا كنا عاملين حسابنا في مبلغ كده للمقاومة اللبنانية يعني تقديراً منا وعجاباً بكفاحكم ونضالكم الحمد لله الحزب بش عيوز بصاري نحنا بيكفينا دعم الشارع العربي والله يا باحتين دراج المية مية أنا قلت برضو ان هو مش هياخد ماليين لا يا رب يزيدك ما يحرمك ويديك ما يضيماً أمال إحنا حنمشي إمتى أبا حسين تمشوا؟ تمشوا لواني يا أخ ناجي؟ على مصر أهو ما زقتوا مننا؟ لا إحنا عمرنا منزق منكم أبداً إحنا لو قضينا بقية حياتنا كلها هنا منزقش منكم بس أصل عايزين نرجع مصر بالحاجة عشان في عملية تانية من وطب لها العملية التانية صارت جاهزة أخ ناجي بدكن تسويوها هون عمليت إيه؟ السيدات والسادة إليكم هذا النابأ العاجل قامت قوات حزب الله بالقبض على ثمانية جنود إسرائيلين تسللوا إلى الحدود اللبنانية فجر اليوم وأعلن اعتبارهم أسرى حرب أو تبديلهم بالأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية نعلن إحنا حزب الله القبض على ثمان جنود إسرائيليين تسللوا على الحدود اللبنانية فجر اليوم تم اعتبارهم أسرى حرب وسيتم معاملتهم كأسرى لأن يتم التفاوض حولهم عبد الجليل أبني لا 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 ده عبد الجليل إبني يمين طلاق بالثلاثة يحزبني في نار جهنم يوم الجام إن ده عبد الجليل إبني هو أنا حتروح عن إبني عبد الجليل هي حاجة بيقولولك دول عساك الاسرائيليين عبد الحدود والمقاومة جابتهم يا أبني يا أبني بحرف لك بالله العظيم الثلاثة إن ده عبد الجليل إبني أنا طلعه من نصف مليون حتى بقى مارت سحنته إلى غبية دي وعبد الجليل إيه اللي وداه إسبائيلي يا حاجة ويتطوع في الجيش الإسبائيلي كمان لا انت بان عليك خرفتي يا حاجة إغرص يا للأدم إنت اللي خرفت إنت أوينتك كلها والحارة كلها بقيت تخرف بقولك اللي في الصورة ده إبني عبد الجليل إبني ولما هو عبد الجليل إيه اللي وداه إسبائيل إستهاينا خطفوه إستهاينا خطفوه بس أنا مش هاسكوت هروح إلى الحكومة وأقلب عليها واطيها لحد ما يجيبوا لدي ده ضنايا ده إنك حكش غيره ده هو الساعة من الدنيا يا ربي هاي حاجة يا ساعة الزابة بيه هو أنا حجب عليكو ما أنتو كل يوم تاني فيجوا تقفشوا الواجع نوم ورجع لي أفاش برموس إنتو أضرب عبد الجليل إنتو أضرب عبد الجليل إنتو أضرب عبد الجليل طب قولولي يا حاجة هو عبد الجليل ما قليكش هو مسافر فين بالظبط؟ قال لي مسافر شرم الشيخ يشتغل مع واحد من الكبرات جميل طب مالكش بقى الرجل الكبير اللي بيشتغل معه ده اسمه إيه بالظبط؟ شوف إن شاء الله عدمك ألف 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 بعد الشر يا أخوية إن شاء الله عدمك بعد الشر أنا معرفش حاجة هو رجل كده سياكة ومحترم وكبارة ويحود يتكلم ويتودوده أنا معرفش حاجة ولو عندك مصحف هنا هتقولي أحطه على علي وهلفلك إن ابن دي عبد الجليل مش إسرائيلي مش إسرائيلي مش ممكن يا ماما زي اللي يمكن يعمل كده دول أكيد خطفوه أنا حسيت بي وهو ماشي كنت حاسة بي في حاجة بخبيه علي كنت حاسة إنه جوا سر ومش عايز يقوله لي إيه بس يا ربي اللي خلاني يسافر طول عمر واقف جاب بي ومر عيني يا ماما ممكن يكون ده واحد تاني ويكون كل ده واهم جواكي أنا حمز إن شان ما دور عليه وإنساء الله حلقيه لا ما تسميش الترى أخر أنا مش لقصة ما أقولك إيه هتا دلوقتي تروح تبلغ لحكومة لازم يدوروا عليه ويلقوه لازم كده برضو يا زير كده تعمل فوقك كده وكمان الراجل اللي خده معي ده لازم كمان تبلغ عنه هو اللي عمل فينا كده هو اللي عمل فينا كده الراجل اللي اسمه نجعت الله انت بتقول إيه يا شيخ محمد؟ معقول إيه هو الشيخ حسن يا شيخ عبدالله ما تسمع اللي بقولك عليه عرفت ليه بقى هو ترك الجهاد وبعد عننا لأنه كان متفق مع عداء الله استغفر الله العظيم من كل الذنب العظيم اشتغل ذنب وربك أراد أن يفضيحه ويكشفه ويتصور وهو أسير مزلول بملابس أعداء الله الصهينة وهو ده بقى يسيد اللي كنا بيعتبرينه في يوم من الأيام واحد مننا وقال إيه؟ كنا جعلين وأمين على الإسلام والمسلمين لا إله إدنا الله لا إله إدنا الله لا إله إدنا الله ناجعة الله واللي معاه لازم يرجعوا لازم تتصلوا بإخواننا في المقاومة اللبنانية وتخبروهم إن إحنا ما بنفرط فيهم بأي ثمن هدولة ضحوا بأرواحهم ونفذوا عمليتهم لكن هم ما نسوا إخوانهم في غزة وإحنا كمان ما لازم ننزاهم يا بوشعلان مفهوم؟ مفهوم يا حج فاطمة وإنت يا زياد من بكرة الصبح بدك تحضر حالك وتنزل على مصر خير يا حج فاطمة في مهمة لازم تنفذها هناك ترجمة نانسي قنقر